اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جاءت اثر اصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وبالتأكيد هناك اسباب للهبوط الحاد في الدورة الدموية وكمان اكيد في طرق للوقاية منها ومن اهم اسباب هبوط الدورة الدموية حسبما ذكر الدكتور مرتاجي نجم استاذ امراض القلب بمعهد القلب القوم المصري هي كالتالي الدورة الدموية بيتحكم فيها عاملين رئيسيين اولهم قوة دفع عضرة القلب للدم خلال الاوعية الدموية لتغذية الاعضاء المختلفة وثانيا مرونة هذه الاوعية الدموية التي تسهل تضفك الدم خلال الشرعين واذا حدث مشكلة في احد هذين العاملين يتعرض الشخص لهبوط حاد في الدورة الدموية وقد اوضح الدكتور مرتاجي ان هناك اسبابا لحدوث هبوط حاد او مفاجئ في دورة الدم منها وجود عوامل او مشكلات متعلقة بعضلة القلب او متعلقة بالتنفس والتي تتسبب في نقص الاكسوجين في الدم مما يؤثر بالسلب على كافة الاعضاء الحيوية خاصة القلب وده اللي بيؤدي الى توقف مفاجئ في عضلة القلب وتوقف عضلة القلب يحدث غالبا نتيجة حدوث مشكلات في التنفس خاصة عند مرضى الحساسية او الزوائد الانفية او من يعانون من وجود مشكلات في الجهاز التنفسي مما يؤدي الى صعوبة التنفس وبالتالي تقل نسبة الاكسوجين الداخل الى الجسم مما يؤثر على كفاءة الاجهزة الحيوية وخاصة القلب والمخ وتابع دكتور مرتاجي قائلا مشكلات القلب بتسبب هبوط الدورة الدموية والتي تحدث نتيجة ضعف عضلة القلب ويتسبب ذلك في التأثير على معدل ضربات القلب مما قد يؤدي الى توقف العضلة وغالبا ده بيكون نتيجة قصور في الشريان التاجي بشكل حاد وده بيحصل بشكل مفاجئ وقد يحدث نتيجة التدخين اللي بدوره بيتسبب في تصلب الشرعين او الاصابة بارتفاع ضغط الدم او السكري ولما سئل الدكتور مرتاجي ايه اهم الاسعافات الاولية اللي ممكن يعملها مريض الهبوط الحاد في الدورة الدموية نصح باهمية اللجوء للطبيب فورا عند الشعور بألم في الصدر او مشكلات في التنفس لتجنب التعرض للمضاعفات الخطيرة والهبوط الحاد في الدورة الدموية هو واحد من اكثر اسباب الموت المفاجئ والتي لا تسبقها علامات واضحة ويأتي الهبوط الحاد في الدورة الدموية نتيجة عجز الجهاز الدوري عن الحفاظ على امداد الانسجة بالاكسوجين والمواد الغذائية الاخرى وكمان عجزه عن ازالة سني اكسيد الكربون ونواتج عملية الايد وقد يكون الهبوط الحاد في الدورة الدموية سببه نقص في حجم كمية الدم او خلل في التوزيع والهبوط الحد في الدورة الدموية غالبا ما يرتبط بمشاكل صحية في القلب كضعف أو هبوط عضلة القلب أو اضطراب نظم القلب كما أنه يمكن أن يحدث نتيجة ميكروف في الدم أو جلطة في الرئة أو نزيف داخلي أو خارجي أو جفاف شديد وكمان التعرض لصدمة عصبية شديدة قد يؤدي إلى زيادة كتر الشرايين عن حجمها الطبيعي مما يؤدي إلى هبوط حد في الدورة الدموية والهبوط الحد في الدورة الدموية أيضا يرتبط بالحمل وعلاجات ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب ومرض باركنسون وكذلك ضربة الشمس وكمان ممكن يكون مرتبط بحالات مرضية زي الالتهاب الرئة والشديد وكمان هبوط في أداء الكبد والهبوط الحد في الدورة الدموية يمكن أن يؤدي إلى الوفاة مباشرة وفي بعض الحالات الأخرى قد يصبقه أعراض منذرة كالهبوط والدوخ ومن الإجراءات السريعة اللي يجب أن تتخذ عند الإحساس بالأعراض إجراء الفحوصات كقياس ضغط الدم ورسم القلب وعمل موجات صوتية على القلب طيب هل هناك سبل للوقاية من الهبوط الحد في الدورة الدموية؟ ما خلق الله من ده إلا وله دواء ووقاية أولا يجب تناول نظام غذائي متوازن في الأملاح وكمان الحرص على تناول كميات كبيرة من السوائل خاصة في الشتاء كمان ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تضفك الدم بالجسم وتجنب رفع الأثقال كمان تجنب التعرض للماء شديد السخونة أثناء الاستحمام ونهيك عن الإقلاع عن التدخين وعدم الجلوس مع المدخنين وكمان الحفاظ على الوزن المثالي وعدم تناول الأطعمة التي تؤدي إلى السمنة المفرطة واللي بدورها يتأثر على القلب وكمان على كفاءة عضلة القلب بكده إحنا استعرضنا إلى حد ما أسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية وكمان إزاي نقدر أقل نفسي من هذا الداء العين صحتك أمانة بين إيديك لازم تحافظ عليها لأنك ستسأل عنها أمام الله عز وجل شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته